حيوا الهجل المغمراتية حي مركوب الثلاء هكذا مشاهدينا على عزة متابعينا القرام على انطلاقات متواصلة التحديات مستمرة على أرضية هذا الميدان شوطن الثالث عشر في مقموعة الشوطة الصباحية خصص الأبكار الفطامين المشتركات مع انطلاقات الصندوق الحلفة نسير مع الصدارة نسير مع البداية على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول وتتقدم على الصدارة وتنطلق على البداية على مقدمة هذا المسار وعلى المركز الأول هذا الشحار فالح من دمان وفالح الشامس يقدم لنا الشهينية على الصدارة على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني تقدم في هذه اللحظات من الشهينية وساعد بسعيد مضحية العامري على مستوى المركز الثاني أما ثالث الأسماء أقد الحقه ومبارك براشد بن محمد بن منينها شامس وقدم لنا الحقه على مستوى المركز الثالث تابع بعد المركز الثالث تابع هذه الأسماء وتابع هذه الشحارات التي نوت بالهجوم إلى هنا أيضا ندارة النداء لثلاث المركز الأولى المتقدمة ولكن نعود مع الشهينية ما شاء الله هذه الشهينية على الصدارة تتقدم على البداية فالح من دمان وفالح الشامس يحلى بداية هذا الانطلاق الحقه قادمة على مسؤول المركز الثالث يا سلام يا سلام بن منينة بدأ يتقدم في هذا الانطلاق يقدم لنا الحقه مبارك بن راشد بن محمد بن منينا الشامسي بدأ يغير في هذا المسار المستمر لينطلق مع مقدمة هذا الشهود سلام 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 بن منينا سلام أشكرك على هذه الانطلاقات المستمرة والنقطة الثانية في هذا الصباح قدم لنا نقلة في هنا أيضاً أشواء المتقدمة يقدم لنا الحق في هذا الانطلاق مبارك براشد بن منينا الشامسي النقطة الثانية في هذا الصباح المركز الثاني الشهنية فارح من دنان بن فارح الشامسي عما المركز الثالثة الشهنية حمد بسعيدة الصالمين المنصوري هذه النتيقة توقيتنا زمن دقيقتين والسبع ثواني تهانين ونق